عندما يتتتضافر كل الجهود علشان يحصل اللي حضراتكم شايفينه ده أنا مساعدتها ما يبقاش عندي مشكلة ولكن بيزداد حبي للنادي الأهلي بيزداد وقوفي ورى النادي الأهلي وحفظ الواقف مش أنا الواحدي أنا مش بتكلم إسلام أنا بتكلم جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي وقف ورى ناديه في عز انكساراته في عز انكساراته في الانتصارات زي ما قلت لحضراتكم مليون واحد بيطلعوا لك أنا وأنا وأنا لكن في النهاية جمهور العظيم جمهور الأهلي اللي واقف ورا فرقته وحنفضل بالمناسبة واقفين ورا فرقتنا وحنفضل في ظهرها يا عم إيه كلام اللي أنت بتقوله ده أو أنت بتقول كلام وخلاص لا لو أنت ما تعرفش أنا طبعا بتكلم أو بوجه كلامي ده لبعض من لا يشجع النادي الأهلي لو أنت ما تعرفش يعني إيه النادي الأهلي وجمهوره اتعلم في الأيام القادمة أننا كواحد من جمهور النادي الأهلي حنتقد أداء وحنتقد لاعبين وحنتقد وحنتقد ولكن أنا في ظهر فريق وحقف ورا فريق الفترة اللي جاية يا عم إسلام أقول كلام غير ده لا أنا ما بقولش كلام غير ده أنا بقول الحقيقة لغاية آخر لحظة حنفضل واقفين ورا فريقنا لغاية آخر لحظة حنفضل بقلوبنا واللي عايز يقول حاجة يقولها واللي عايز يقول يطبل يقول ما عنديش مشكلة تفضلوا حضراتكم ده للناس اللي ما بتشأ اللي بيخشوا يكتبوا يكتبوا هذا الكلام أنا عارف أن معظمهم مش بيشجعوا النادي الأهلي دول مأجورين وأنا عرفت مأجورين من مين من ناس بتنتمي لنادي آخر بيخلوهم يخشوا يتكلموا على فلان وعلان وترتان على الرغم من أن الناس دي عندهم أخطاء وأنا عندي أخطاء كل الناس عندها أخطاء ولكن عمرنا ما حنهد معبت حنفضل واقفين ورا ندينا وحنفضل لغاية آخر لحظة مهما كانت الأمور ومهما كانت الدغوط ومهما كانت السلبيات مهما كانت الدغوط من جمهور آخر فاللي بقول لحضراتكم أن الفترة اللي جاية كلها دعم ومساندة كلها دعم ومساندة وأنت لسه عندك أمل سيظل دائما الأمل موجود لغاية لما عدد النقاط أقل من عدد المباريات اللي متبقية في هذه اللحظة حنبارك للي حياخد الدوري إن ما كانش النادي الأهلي حنتشوف هنعمل إيه لكن حظل أساند وأدعم وحفضل ورا فريقي لغاية آخر لحظة ترجمة نانسي قنقر